قبل ما نبدأ حاب ننوهن اللايك بعد دعمنا للاستمرار وتنزيل المزيد من الفيديوهات فارد توصلوا الفيديو ده ل 12000 لايك عشان ننزل الفيديو اللي بعده في أسرع وقت في البداية حاب ننوهن نفتحنا صفحة جديدة على الفيسبوك هتلاقي اللينك بتاعها تحت في وصف الفيديو اعمل لها فولو لو عايز يوصلك كل جديد عن القناة خلصنا الجزء الثاني من أرك معركة البحر الكبرى لما هي بيتشيو ماتت وعدت ثلاثة أيام وقرية الضباب بعتوا أكل البروتو وصحابه وقرروا أنهم يعفوا عن بنتهن وكيوهو بعد ما سعدوا كاجورا ودينكيوي وبي كانوا كل ده لسه ما رجعوش ومتال وبقى بيدور عليهم كل يوم وكان حاسس أنهم عايشين بس وهو بيدور مع بورتو وصرد أمل أشغر واحد من الفنات ومغمع عليه فاخدوا معاهم وبنتنا للدينكيوي وبي أكيد الفنات وقتلوهم احنا لازم نمشي من القرية دي ونروح ننضم القرية الضباب ونحرب الفنات معاهم ماينفعش نضيع وقت أكتر من كده فصرد قالت لها احنا هندور على دينكيويويوي تاني بكرة لو ملقناهمش هنمشي وفعلا تاني يوم دوروا عليهم وبرضو ملقوهمش ومتال وقع دعاية بس فاجأ جي دينكيويويويوي وطلعوا عايشين ورجعوا معهم القرية وقالوا لهم بعد ما الفناتو قبضوا علينا فنامشي مرضاش يقتلنا وحبسنا ولما انتو قتلتوا فنامشي الفناتو انسحبوا فقدرنا نهرب احنا بنعتقد ان فنامشي ما قتلناش لاننا قلنالو اننا جايين ندور على أكل للأطفال فبرطو قال لهم مستحيل فنامشي يكون طيب أو كده وبالليل بورطو بقت شوية عن القرية وفي اتنين من الفناتو هجموا عليه فبرطو ضرب واحد منهم بكف العاصفة والتاني تصداله ولقى طفله وقال له انت بتهاجمني ليه فالطفل قال له انا اسمي كوبنا انا ابن فنامشي وجاي انتقم لأبويا فجسحب بورطو واخدوه وكوبنا نسحبوه بورطو كان ماشي حزين لانه كان حاسس انه حرم طفل من ابوه ورجع القرية لابونتان بتستجوب الفناتو اللي لقوه لما كانوا بيدوروا على دينكي ويوابيه فقال للكل احنا لو استمرنا في الحرب دي هنخسر والفناتو هم كمان هيخسروا وهتفضل سلسلة الانتقام شغالة احنا لازم نقف الفناتو اللي هم بيستجوبوه ضحكوا قال له الكلام ده متأخر قوي مش كوبنا ابن فنامشي بس هو اللي عايز ينتقم منه انت اصبت سيرن واخوها ايكا ده عايز ينتقم هو كمان فبورطو اتفاجئ لما عرف ان ايكا ده من الفناتو والفناتو كمل وقال لهم انا هحكي لكم كل حاجة حصلت من يومين ايكا ده ساعتها كان قاعد بيرعى سيرن في مقر الفناتو وجي كوبنا واخده عشان يوريه سمر تدريبه وشوية وجيه رومي وقال له انت لازم تحارب بس ايكا ده ما كانش عايز يحارب وكان حاسس انه ضعيف واكتمع عرومي بعد كده مع ايساري وجيبكي مساعد ايساري وجيبكي قال لهم احنا خسرنا قواتنا في الجزء الشمالي وبنتراجع في الجنوب والغرب وقريب اوي نينجا الضباب هيعرفوا مكاننا هنا فايساري قال لي عرومي لازم ننسحب من البحر حاليا ونعمل معاهدة سلام مع قرية الضباب عشان ننقذ عشرتنا فارومي رفض وتخنق معاه وقال له انا براهن على قوة ايكا ده وايساري كان هيهجم عليه فارومي قال له سلاحك ده انا اللي مده لك وبقدر اتحكم فيه في ايوة وشوية ورجع الفناتو بجسط فنامو شيوكوب ونا لما عارف اللي حصل لابوه قرر انه يجي هنا عشان ينتقم له وايساري هو كمان تكلم معاه ولما دخل لسيرين لها فائت وكانت عايزة تحارب بس وقعت ونزفت وقالت لايكا ده انتهت بقى مستقبل الفناتو وماتت سيرين بعدها وايكا ده بعد موت سيرين قرر انه يحارب ونزل البحر وشوية وطلع بتقنية تنين الماء فارومي فرح وده كل اللي حصل فبرته بعد ما سمع اللي الفناتو حكاية صدمه ما كانش عارف اللي عمله صح ولا غلط وقال انا ازيت ايه كده انا السبب في ان شخصيته ده غيرته وبقى عايزي حارب وفي نفس الوقت ده ايساري رحل تشجره هو وجبكي واساري عرض على تشجره السلام لانه ما كانش عاجبه اللي ارومي بيعمله وتشجره كان هيوافق بس فاجأ ارومي سيطر على بس قرية الضباب وقال لهم انا جاي دلوقتي انا ووحدة الفناتو الرئيسية وهنسيطر على قرية الضباب وارومي بعد ما خلصت حكم في سلاح ايساري وقتلوا لانه خانوا ويكده اتكلم بعد ارومي وقال احنا هنروح دلوقتي ندمر محط التوليد الطاقة اللي هي الشنونومي ولما ايكده كان بيتكلم بوروتو سمع صوته في الراديو فقال انا لازم اوقف الحرب دي انا هروح للميزو كاجي فسارد اوميتسكي قالولو احنا هنيجي معاك بس بونتان وكيوهو ما كانوش موافقين وقالولو احنا لازم نقتل الفناتو عشان ننتقم لكاجورا وهيبيتشيو وبونتان راحت تمنع بوروتو انو يمشي في ايوابي ودينكي وقفو اصادها هي وكيوهو وهجموا على بعض فبوروتو خد هيراميكاري وميشي هو وميتسكي وساردا وجهز تشوجرو عشان يواجه هو ونينجا الضواب الفناتو بس الفريق السابع ما كانوش لايين قارب ولا سفينة عشان توديهم لتشوجرو لحد ما كاجيكي جالهم واخدهم بالقرب بتاعه وقال لبوروتو حاول توقف الحرب دي لا الفناتو صاح في اللي بيعملوه ولا قرية الضباب صاح لانها عايزة تسيطر على البحر كله وشوية ووصل بوروتو عند تشوجرو ودله هيراميكاري وقال له لازم الحرب دي توقفون وقف القتل وخسارة النينجا فاتشوجرو وقال له الفناتو مش هيتراجعوا وكده كده هم مجايين دلوقتي عشان يدمروا الشنونومي فبوروتو قال له طب خلينا اتكلم معايك ده انا متأكد اني هقنعه انه يقف فاتشوجرو وافق وقال له ماشي هديك شوية وقت تكلمه قبل ما نبدأ الهجوم وكده في الوقت ده كان بيعدي بجيش الفناتو من بحر اسمه بحر الموت وكان خلاص بيقرب من جيش الضباب فالفري السابع خده قارب كاجيكي عشان يروحوله وكان لسه قيوى بيه ودينكي بيه قتله بونتا وكيوه لحد ما متله وقفهم وقال لهم ما ينفعش نتقاتل لازم نلحق بوروتو الاول ونشوف بعد كده هنعمليه وفعلا مشيه بس ما كانوش لاقين كاوكيو ما كانوش يعرف وهو راح فين وايه كده لما وصل اورب نينجا الضباب بدأ يحمس جنود الفناتو وتشوجرو هو كمان قال لجنوده ياخدوا مواقعهم والفري السابع عربه من سفن الفناتو فايكده لما شاف بوروتو قال لجنوده محدش يضرب ووصل بوروتو عنده وسلم عليه بس ايكده هجم عليهم وكان هيوقعهم في البحر فميتسكي مدد ايده ومسك السفينة بتاعت الفناتو ومسك بوروتو وصرده وغرق القارب بتاع كاجيكي وطلق الفري السابع عند ايكده وتشوجرو كان بيسمع حدثهم وايكده قال لبوروتو عايزي لو في حاجة تفهى هقتلك فبوروتو قال له عايزك توقف الحرب دي الميزو كاجي وعدني انه ينسحب لو انتو انسحبته فايكده قال له انا مش هسدق الميزو كاجي ورومي جي وقال لي ايكده بوروتو اللي معاه ما عندهمش حاجة يرجعوا بيها من هنا القارب بتاعهم غير اقتلهم دلوقتي فبوروتو قال لي ايكده انت ما كنتش عايز تحارب انت كان حلمك تبني سفينة كبيرة وتلف بيها العالم فايكده قال له انا كنت بهرب من عشيرتي مش اكتر بس دلوقتي لازم ادفع عن العشيرة وانتو السبب انتو اللي قتلتوا اختي وخلتوني عايز انتقم انا لازم اقتلكوا واحنا صلحنا الحصن المتنقل وهنضرب بالشنونمي دلوقتي وبعد ما اندمرها هنقتلكوا فبوروتو قال له انا لسه مؤمن اننا ممكن نتفاهم بس ايكده رجعوا وضربوا وسردوا قالت لي ايكده كلنا فقدنا اشخاص مهمين بالنسبة لنا في الحرب دي مش عايزين نفقد حد تاني فايكده جاب كوبنا وقال لبوروتو ده كوبنا اللي انت قتلت فناموشي ابوه اقنعوا باللي انت بتقولوا لو تقدر وهم بيتكلموا جهز مدفع الحصن المتنقل عشان يضرب الشنونمي ورومي كان في الحصن بس اللي الفناتو ما يعرفهوش ان كواكي كان جاء عند الحصن واستخبى فيه وايكده قال لي بوروتو لو عايزنا وقف الحرب دي اقتل الميزو كاجي فبوروتو قال لي انا مقدرش اقتله بس ممكن اقتل نفسي لو ده هيحسسك انك اخدت حق اختك فايكده قال لي ماشي اثبتولي انك لما يموت منكو حد مش هتسعى للانتقام احنا هنقتلك دلوقتي وهنشوف صحابك هيسعى للانتقام بعد ما تموت زي ما انا عملت ولا لا وبروتو قال لي سرد اوميتسكي مهما حصل لي ما تهجموش ولا تتحركوا من مكانكو وايكده خل الفناتو يضربوا في بوروتو عشان يقتلوا ويعبرتو وقام بعد كده تعبان فايكده قال لي البحر دلوقتي سائر وفي طيارات مية لو نزلت فيها هتغرق وقف على الخشبة دي عشان كوبنا يدفعك وينتقم لابوك فبوروتو راح ويف وقال لكوبنا انا اسف اننا قتلنا ابوك بس مش لازم طلط تخييدك بالدم انا هرمي نفسي لوحدي وفعلا بوروتو رامى نفسه في المية وسرد اوميتسكي يقعدوا يعيطوا وجي دينكي واللي معاه بمركب عشان يلحقوا بوروتو بس كانوا بعيد عنه وايكده قال لي سرد اوميتسكي ايه مش هتنتقموا لصاحبكو وتقتلوني فسرد قالت له بوروتو قال لنا ما نتحركش مش عايزين موت ويروح هدر فايكده تفاجئ من تصرفهم ونزل البحر وجب بوروتو بتقني التنين الماء وطلع به قبل ما يموت والصبح طلع وايكده قال للفناتو واحنا هننساحب بوروتو واللي معاه اسبتولنا انهم مش عايزين ينتقم والفناتو ما كانوش مقتنعين بس بصوا على كوبنا وواحد منهم قال مش هينفع نموتون يتمولادنا ونخليهم كلهم زي كوبنا احنا لازم نسمع كلام ايكده فارومي لما سمع الكلام ده راح لمدفع الحصن المتنقل عشان يضرب الشنونومي فكاوكي دخل عليه وضرب ووقعه قبل ما يضرب والحرب وقفت واعد بوروتو مع ايكده بعد كده يتكلمه وتاني يوم رجع الفري السابع والفري الخامس لقرية كونوها وحكوا لناروتو كل حاجة وبروتو قال له ارجوك اطلب من الميزو كاجي انه يعفو عن ايكده بس كاوكي يتخلق مع بوروتو وقال له ايكده لازم يتعاقب مش كل حاجة هتقدر تغيرها بالكلام الحرب بتحتاج قتال مش كلام ومشي بعد كده كاوكي وسبهم فانروتو اتكلم مع بوروتو وقال له كاوكي كان قلقان عليك بس بطريقته هو روح اتكلم معاه وفي قرية الضباب نينجا القرية سيطروا على كل سفن الفنات وقبضوا على رومي ويكده وبونتان بعد الحرب قررت انها تنضم لنينجا الضباب بعد ما تعاف عنها وكيوهو قرر انه يعيش في قرية كاجورا وشوية وراحت شجره ليكده في السجن وقال له انا ممتن ليك لانك خدت القرار الصح ووقفت الحرب عشان كده انت هتخرج من هنا وهنسلمك لكاجيكي وهترجع تعيش حياتك عادي تاني كبناء للسفن وناروتو لم عارف الاخبار دي من تشجره راح عشان يبلغها البورتو فلاقا عند كاوكي وكانوا بيتخنقوا تاني وقعدوا يضربوا في بعض وبعد ضرب كتير تعبوا ووقعوا وناروتو قال لهم انتو نفستوا عن الغضب اللي جواكو وضربتوا بعض فكده مفيش ضغاء بينكو يلا عشان كلنا هنروح ناكل وبكده يبقى خلص ارك معركة البحر الكبرى من انيمي بورتو ولو حابب تتواصل معنا فاحنا عملنا بيجي جديدة علي الفيسبوك هتلاقي اللينك بتاعها تحت في وصف الفيديو اعمل لها فولو لو عايز يوصلك كل جديد عن القناة في النهاية لو الحلقة عجبتك ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك للحلقة